السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي ومتتبعي الكرام أهلا وسهلا بكم في المختبر السياسي وصلتني واحد مجموعة هذه التعاليق من عند مجموعة من الناس ومن عند كذلك بعض العملاء والخوانة المغاربة صراحة هي مضحكة لماذا مضحكة؟ لأنه من يجلبوا مصدر يجلبوا لي المصادر التي حتى هي خصها مصادر حتى المصادر التي جاءت من واحد البلاد وكاتبينها بشكل أراكيك بدرجة أنه يقرأ فيها و يضحك هناك مراجع التي من ذلك البلاد نيت تصحق القراءة و هناك مراجع التي يضحك عليها لأنها لا تصحق حتى أنني نظر لها و لا احتل غلاف ديالها توضعا مني كان نضيع واحد الجزء من وقتي و كان نكلف نفسي و كان نقرأ واحد الأمر اللي بدون مراجع علمية و واضحة و بدون مجال أو مجال أكاديمي واضح طريقة كيف أصلاً غادي نفهم منه بأنه لا يحتوي على مراجع فكيف أنني غادي ناخد بهذا الكاتب اللي كيتكلم على لوحة الفترة اللي هو ما عاشهاش يعني مين نجيب ديك المعلومات يعني هنا إما ناقلوا مكينة الأمانات العلمية إما كتبوا من من بانتي أفكاري وهذا موضوع آخر المهم تحطوا لي بزاف الناس على ديك القضية ديال مليون شاهد و جزائر بلاد شو هذا مليون شاهد نوافقوكم واخ مليون شاهد أعطونا اللائحة ديالهم فالصين اللي عندها عدد كبير ديال القتلة كتتجيب كتتعطيك اللائحة تقولك هاش حال قتلوا وفين وكيفاش اليابان في ناكازاكي و هيروشيما تقتلوا الألاف مئات الألاف اللي تقتلوا كذلك هنا لائحة فيما مشيته مثلا جيته المغرب كتتمشي المندوبيا السامية القدماء المقاومين و أعضاء جيش تحرير كتتعطيك حتى الأسماء و أسماء آباء ديال دوك الناس اللي سوشهدوا في معركات بوغافر معركات سيد بوعتمان حتى من التوراة المالك والشعب و كذلك حتى من الأعضاء ديال المقاومة السياسية كتتعطيك ما شيء بالضرورة لأنهم يكونوا متوفين وبالتالي هنا الجزائر علش ما تعطيناش مرجع حقيقي كيبيا أنه تقتلوا بالصح مليون و نص و نشوفهم بالأسامي ديالهم و ديك الساعة نقدروحنا نتعاطفوا معهم وبالتالي هما محدهم غير كيهضروا يعني انطلاقا من أن المرجع الواحد هو لسانهم وبالتالي هنا هذا لا يعتدوا به مرجع غير أمين مرجع لا يعتدوا به بصفة نهائية قلناهم جمعوا جوج في القهوة و قالوا مليون و نصف شهيد صافيحنا غالنا ناخدوه بمليون و نصف شهيد في ضرب تام للمنطق و للعقل و لمجموعة من الأمور الثاني حاجة رجع واحد سيد كيتحدث على أنه النظام أو نظام المخزن تافنن في استخدامي شعبي لا بالعكس لماذا تقوش لماذا تقلبهاش نظام المخزن هو اللي يخدم شعبه و يخدم منه طامحة شعبي فالمغاربة مغربي إلى الصحراء هذا بالأرقام الرسمية خلينا من الناس اللي هربوا و دخلوا صحة ازلحهم مع هذك الناس اللي دخلوا للمساه الخضراء لتأنني ما كانش الفرار من المساه الخضراء بل كان الناس كيمشوا من المساه خضراء و العائلة ديالية من عائلة و الواليد من عائلت الواليدة شاركوا في المساه الخضراء و هنا، عندي واحد القصة الاطريSave précis opinion أنه ليس بالغ سيرة الغشد و أنه سرق الهوية الحوه まرئ بالتحق بالمساه الخضراء أين هو تفنن نظام المخزن في استخدامي شعبي؟ إذا كنتمو ممشي رجال وما كتقدو تدير والوحتي يجيني ضعمكم ويدفعكم بالقوة ديال الزرواطة والعسكر باش كتنفدو فإحنا بالعكس إحنا المالك ما كان الحسن الثاني اللي يرحموه إلا أن نفد ما أراده الشعب والشعب كان خارج في مظاهرات في مراكش وهذا الكلام هذا اللي كان قول دابا موتق في ذاكرة مالك ذاكرة مالك اللي كتبوه كاتي فرنسي يعني المالك الراحل حسن الثاني وكتيقول فيه بصراحة العبارة على أن الناس كانوا يخرجوا في محمد الغزلان في مراكش في مجموعة من المناطق كيطالبوا باسترجاع الصحراء المغربية والشعب والمالك لبى فقط نداء الشعب فأين هو تفنن نظام المخزن في استخدام شعبي؟ فبالعكس نظام المخزن في هذه المرحلة هذه مشى إلى تلبية طالب الشعب ومشى المالك نادى بأنه خلص سنة 350 ألف مشى تكتر من العدد علاش؟ لأن الشعب مكنش كيفر لأن المغاربة ماشي جوبناء ولكن واحد الشعب اللي دبحه الجيش 250 ألف غير لقاء أنه صوت صوت لطرف ضد طرف آخر علاش هذه ما تذكرهاش؟ وله هذا مشى تاريخكم المناطق اللي صوتت الجبهات الإنقاذ تحيدت من الخريطة دب بيحت عن بكراتي أبيها هذا مشى تاريخ الجزائر تاريخ الجزائر من كيف ده؟ من مليون شهيد ولا من الاحتلال العثماني ولا اللي قبل منه شنو كانوا قبل العثمانيين؟ كانوا سكان سكان كعيشوا حالة الفوضى كعيشوا حالة الاستقرار يعني ما كيناش دولة مدنية ونتحدى أي جزائر تحدىكم واحد بواحد جيب ليسمية أول رئيس جزائري للجزائر فقبل فرحة عباس ما كينش تشي رئيس جزائري احتى من بعد فرحة عباس ما يجي تشي رئيس جزائري حتى لتبون للمفارقة باش تفهموا مجموعة من الأمور أول رئيس جزائري للجزائر وفرحة عباس وآخرهم هو تبون حتى اللي جا ما بين حباس و تبون وشي جزائريين وشنو؟ هذا هو تاريخكم؟ هذا هو اللي جاين تتحجون به؟ أصبحتوا متيرين للشفقة وحق الله عود شاني يجو ودوك اللي عندهم عرض شي شوية من أدوناي الأرنب ويقول لك الغاز والحطط عقلوا على هذرتيم زيان وشوفوا بتعاليخ دمتم عاش المغرب عاشت الأمة المغربية العظيمة عاش الملك تحيتي للجميع نشوفكم بخير إن شاء الله